أمر الله إبراهيم عليه السلام أن يرفع قواعد البيت الحرام وينادي في الناس بالحج فصار هذا المكان مباركا وهدى للعالمين إليه تشتاق نفوسهم وتهفو أفئدتهم وفي العام التاسع للهجرة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم آية محكمة توجب على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ليصير الحج بذلك فريضة من فرائض الدين وركنا من أركان الإسلام قال تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كثر فإن الله غني عن العالمين فيجب على المسلم المبادرة إلى أداء فريضة الحج متى كان مستطيعا لأنه لا يدري ماذا يحدث له لو أخره ففي الحديث تعجلوا إلى الحج يعني الفريضة فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له وعلى من عزم على أداء هذه الفريضة العظيمة الاستعداد لها بالتوبة النصوح وإخلاص النية لله وحده وليتحلل من الحقوق والديون والودائع التي لديه وليوصي أهله بتقوى الله وليكتب وصيته إذا كان له ما يوصي به من حقوق وغيرها وليعد النفقة من المال الحلال وليتحرى الرفقة الصالحة وليتعلم فقه الحج وصفته وليتزود من كتب أهل العلم في ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة كثارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة